وتنضم إلينا من رامالله سيدة عبير الوحيدي مرشحة قائمة الحرية سيدة عبير باعتبارك قريبا من مشهد الفلسطيني هل اتخذ قرار التأجيل بالفعل؟ هل حسماته السلطة الفلسطينية؟ وأن يوم الخميس سيكون مجلسا تشاوريا ولدراسة مآلات هذا التأجيل؟ ما صحة الأخبار التي تتحدث عن ذلك؟ هناك إشاعات تتحدث عن التأجيل حتى الآن لم يصدر موقف رسمي بخصوص هذا الموضوع تحدثنا مع عدد من أعضاء اللجنة المركزية قالوا بأن هناك توجه لكن لم يتم حسم الموضوع مئة بالمئة أعتقد أن الفترة التي تفصل اليوم عن موعد الاجتماع القادم هي فترة تستهدف جس النبض في الشارع الفلسطيني وقياس ردود الأفعال من هنا كافة الكتل والفصائل الفلسطينية مطالبة باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الموضوع وإيصال صوتها وأن يكون الرد نحن نريد انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس ولنحول القدس إلى ساحة معركة إلى ساحة اشتباك المقدسيون قادرون على الانتصار انتصروا في معركة البوابات انتصروا في معركة الحواجز وهم قادرون على الانتصار في معركة الانتخابات ما الذي خرج به اجتماع القوام الفلسطينية ما الذي خرج به اجتماع القوام الفلسطينية الذي دعت إليه قائمتكم التوافقات البدائل وما ستحمله القوام في اجتماع الخميس بالأمس بادرت قائمة الحرية بدعوة الكتل والقوائم الانتخابية كافة لحضور اجتماع تشاوري تم هذا الاجتماع بمقر قائمة الحرية في مدينة رامالله حضروا ما يزيد عن ممثلين من 15 كتلة انتخابية تم التأكيد أولا على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والاجتماعات المجلس الوطني في موعدها تم التأكيد على ضرورة فرض إجراء الانتخابات التشريعية في القدس وتحويل القدس إلى ساحة معركة لتحصيل حقوقنا القدس هي أصلا ساحة اشتباك يومي ولن يضير المقدسيين معركة أخرى سينتصرون فيها أبدأ المجتمعون امتعاضهم من التوجهات والمؤشرات الدالة لأن هناك توجه لدى القيادة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات أبدو بملاحظاتهم على أن يوم الانتخابات 22-5 سيكون يوم سبت وهو بالنسبة لمراكز البريد الإسرائيلية هو يوم إغلاق عطلة رسمية ومن هنا هذا يضع علامات استفهام حول الجدية في هذا الموضوع لذلك نحن نطالب بأن تكون مراكز الاقتراع إما في المسجد الأقصى في كنيسة القيامة في مؤسسات أخرى غير مراكز الاقتراع الإسرائيلية نحن في الشوارع في الحارات نحن لسنا بحاجة لائذ من المحتل لنمارس حقوقنا الديمقراطية تم التوافق ما بين الكتل على تشكيل لجنة قانونية عابرة للكتل بمعنى أنها ممثلة لجميع الكتل من المرشحين القانونيين من جميع الكتل فعلا تشكت لجنة اجتمعت اللجنة اليوم حضرت مسودة مذاكرة قانونية موجهة للرأي العام بلورت موقف قانوني في هذا الشأن وزعت قبل قليل على القوائم لاعتمادها وإن شاء الله خلال الساعات القديمة القليل القادمة ستصدر هذه المذاكرة وسيتم تعميمها على المواطنين الفلسطينيين صباحا تم اصدار رسالة موجهة من الكتل والقوائم الانتخابية وقعتها أكثر من 15 كتلة التي حضرت الاجتماع أمس وغيرها وجهت للرئيس ابو مازين ونسخة للجنة الانتخابات المركزية تم إضاح موقف الكتل المجتمعة برفض تأجيل الانتخابات تحت أي حجة أو ذريعة وفرض إجراءها في القدس اليوم سيكون هناك اجتماع أيضا تشاوري للكتل لكنه اجتماع أوسع من اجتماع الأمس سيكون هذا الاجتماع بحضور ممثلين من المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية وسيتبلور منه موقف خلاصة القول أننا مجتمعين متوافقين ككتل انتخابية على ضرورة انتجر الانتخابات وعلى رأس سلم أولوياتنا هي القدس لأن من يريد الانتصار للقدس سوف يطالب بمجلس تشريعي فاعل يلزم السلطة التنفيذية بوضع برنامج يعزل صمود المواطنين في القدس يقاوم التهويد يقاوم التطبيع غياب المجلس التشريعي على مدار الخمسة عشر سنة الماضية أدى إلى تغول السلطة التنفيذية وبالتالي سقطت كافة البرامج الحقيقية وتحولت المطالبة بالقدس إلى مجرد شعارات فارغة منهم شكرا جزيلا من رمالله كنت معنا سيد عبير الوحيدي مرشحة قائمة الحرية